السلام عليكم اخوتي اخواتي كديرين مزيان صحيح على بس اتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير على خير لأول مرة قد يدخلوا شوف مطبخ سمية زماء قولوا مرحبا والف مرحبا منساش يتقومون معي باش بقى يجيو كل جديد واللي معنا قولوا اللي كتر خير والله جزيب الخير مرحبا بالناس جداد ومنساش الناس قدمتوا خير بركعة مرحبا بكم اخوتي صغارا كبارا رجالا نساء مرحبا بالجامعة لايكي اختاوكم بطجيب الاهل اصحاف الاحباب لما لاعجبكم مرحبا ان شاء الله مهم هده النهار غندي معكم حريشة ان شاء الله بلادين وبشامل ان شاء الله بإذن الله يا الله مع المقادر بطريقة تحضير بسم الله الرحمن الرحيم هنا عند اخوتي هنا جوج بصلات حكتم اللي بغاي قطعمي قطعم وزيت مليحة والزيت ونحطة تشحرلي فاللحظة هنا جبت زلافة اللولة ديال السميدة ديال الحارشة انا هنضر زلافة ونصف لحساب المقادر يكون اخوتي لا شوف المقادر يكون مش حال نوزلكم انا نوزلي زلافة ونصف باش درد قياس هذك دلت الملحة لحصة بالدوق دائما كاقولوها ودلت الخميرة المرجونة دلت كمع القصغيرة عمرة دلت معادبة البرد وغانديد معها الخمارة حمرة دلت كمع القصغيرة تهي لا قلتوه ضاور ما تقلوه كيف العادة بزيتوه السميدة غاد ديدوه العناصير قلتوه قليلة غاد نداروه غاد دقسوه هنا اخوتي حمال قدسانيدة اللي بغاي دير ايديرا ولكن هيا جيزوينة جي حلوه في نفس الوقت اعطي اللون الحموري ديال ديال الحريشة ديالنا ان شاء الله هنا زيتا خوتيه قاطر مصار حبيبات جيدة خميرات مع الزلافة سوف نضيف القطع الامر ونقوم بالقصح بفترق الامر نخرج العناصر ونكمل والبصلاة من النهاية نحن الضغط او شنو بغيا اصافي نحاول نخلي هكا تشحر المزيين اصافي نزيدها ان شاء الله حبة مع القصغيرة الحبة وهنا درت اني ما عندي اشتما بودري وهنا اخوتي هنا عندي ماشي لدن عندي السدد دي الجيش بغيت لدروا لدن ماشي مشكل عندي هنا سدر دي الجيش اصدر دي احدى اصافي قطعت هكا طريفين طريفين صغيرين اصافي بعد ما تشحرت اضع هكا تشحر مع هكا كونجيلاتو ضغي اي طيب بالنسبة لي اكون عنده مازال طريق شوية احتى شوية طيب ماشي العكس من اكون دايما اقول هكا كونجيلاتو اكون الطب حسين صراح الله مازال طريق اصافي نحاول نشحر هكا زيان عنها انجبرتها هكا طبط اصافي نكمل ما زخصنا انشاء الله باللحظة اخوتي راني جيبت الحليب اصافي نشح ونشحر نضيفه اصافي نشحر اضعه في الكس ونخلطه جيد باش نضيفه بشامي نخلطه جيد ونخلطه مبغيش نديره بوحده وعدد خلطه هكا حسن صراحة مع البرد اختيكم معك زينا البرد البرد اخوتيش كخص الماين صافي اكتب هالطريقة نسكتب هالطريقة نتحك معكم هالطريقة جهسن صافي نحط هكا نقلب فيها نسكتب هالطريقة بشامل هنا لديه جبن المزاري لديه اخوتي فرماج العادي المتلات اي فرماج تريده لديه الحمار مهم لديه اخوتي نحاول لديه السحطر السحطر نحاول لديه نحل لديه نحاول صف الجبن الجبن لديه الجبن دائما ادباق يختلفون ادباق اشجركم اشجركم لاحقا ادباق السخونية اضغطي اي دوب اهدوك الفورمش اراجعون اذا اطلق ايضا اصفتها يجب ان نضيف الحشو الذي يرد و ادرجة السميدة و اكتشه البرد في الجبل يجب ان نضيف مقلة الدليس و نضيف الحشو التي يرد اناها و ترد المقلة الدليس نقسم المقلد صغيرا نقسم المقلد صغيرا نقسم المقلد صغيرا نقرس ذهبتا نقص المقلد الصغيرا ندرج الجهز طريقة سهلة اضافة جلدي والجود نفضل الجزء الثاني لسليه نضيف الهواء سوف نضيف سلاخذ سنبتح نفضل الجزء الثاني نسلتها في الهواء يجب أن تساعدوا وغير معها شوية بشوية تسايب لا تحتاج معها شوية تقنية يجب أن تقرسوها و تقلبوها لكم الاختيار في هذه اللحظة نطلع بمعالقة الحرشة أبداً، تقرسوها أبداً فإنكترون مراتك يجب أن تردون أنعلي لكي تردف على مشهورة خلاص لكم طريقة سهلة يجب سميدة لي ونضع ملفق ونقرس نضع ملفق ونقرس يجب سميدة يجب السميدة نضيف الملقة لكي نوصل إلى الجنب نضيف الملقة لكي نضيف الجنب نضيف الطب نضيف الملقة لكي نضيف الملقة نضيف الملقة نضيف العلقة البيض نضيف الملقة لكي نضيف الملقة اضطب و اضطب أعطي الوصفين مهمة سوف نقطع معكم ودائما نقول لكم سمحوا الله يجازيكم بالخلات وحمله كنت سمحوا الناس ونجربوها لولدتكم سوف أعطي معتماعها ومليها سوف أعطي الوصفين سوف أعطي الوصفين سوف أعطي الوصفين مع الفيديو المقبل بإذن واحد لأحد مع السلامة